اشتركوا في القناة حضرتك كتبت عدة كتب في هذا الموضوع سواء في الوحي او في اللهوت لهوت بما يتعلق بلهوت المسيح لكن لما بتيجي حقائق منبتدي ان اوكي في قصة مثلا موجودة قصة ادم وحواء هي قصة موجودة في العهد القديم منقتبسها منحكي عنها لكن لما منيجي منقول ان هاي القصة لربما تكون اسطورة لكن الغرض من هاي القصة انه فيها درس تاريخي درس ادبة منتعلم منه منتعلم من هذه القصة حتى نستفيد منها في في اخر الدهور يعني في هذا العصر وهون الهجم الشرس الاصعب صحيح يعني وبدأ من ما يسمى عصر التنوير في اوروبا بدأ الهجوم على الكتاب المقدس وكان سفر التكوين له النصيب الاوفر من الهجوم ولا سيام الاصحات الحداشر الاولى ويمكن السبب لذلك اننا لا نجد تاريخ وضعي بيكلمنا عن العالم القديم ما قبل الطفان احنا ما عندناش غير هذه الاصحات الحداشر وعشان كده نحن ينبغي ان نفخر ونعتز بهذه الاصحات واذا بالليبراليين التحرريين يهاجمون هذه الاصحات بالقول وهذا الكلام صرنا نسمعه من العديد من العديد من رجال الدين المسيحي للأسف انها اساطير لكنها تحوي تعاليم روحية مفيدة لكن لا تأخذها يعني مش الله خلق ادم ومنه خلق حوى طبعا مع ان الكتاب المقدس واضح وقاطع وبيبني تعاليم على ذلك مثلا لما قلنا لست قاذل للمرأة ان تعلم ولا تتصلت على الرجل يقول لان ادم جبل اولا ثم حوى يعني مش مجرد قصة ظريفة لطيفة نقولها للاطفال قبل النوم لكن ده بيبني عليها تعاليم مسيحية وهكذا كثير من هذه الدروس فهي مش مجرد تحوي دروس لكنها حقائق تاريخية مثبتة المسيح اشار اليها الرسل اشار اليها بدل المرة مرات نحن نتمسك انها حقائق تاريخية صحيحة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة